السلام عليكم وعشان ايضا ان يمتحن الشهادة دي الشهادة دي تتكلم عن ايه الاوتلاين بتاعها الفيز بتاعتها قد ايه هتتتذكر منين لستادي سورسز وفاينال يعني نتكلم على الري سيرتيفكيشن اند ابلاين فور دا ايكسام طبعا كل الكلام اللي هنقوله النهاردة هو السورس بتاعه الكانددت هاند بوك الخاص بالشهادة وده تقدروا تعملوله داونلود من على موقع البورد cbic.org فمهم جدا ان اي حد بيفكر في الشهادة دي ان هو يداونلود الهاند بوك داوت cbic stands for certification board for infection control and epidemiology وده بتمنح من البورد وده بورد امريكية cbic والcbic دي من اكبر الهيئات اللي بتعمل امتحان خاص بمكافحة العدوى فاي حد حصل على شهادة او او credential بتاعه cbic دا كده معناه ان هو شخص بيفهم في مجال مكافحة العدوى كويس جدا ومعترف به في الابك والايبك زي ما نتكلم عليهم بعد شوية فcbic بتمنح امتحان اللي ينجح في الامتحان دا هيبقى بعد اسمه هيبقى فيه وده الكريدانشل بتاعها ليه مهم ان احنا ناخد شهادة زي كده طبعا يعني انا مش هارفة ايه معلوماتكو عن العدوى في فهيئات الرعاية الصحية بس هو فعلا العدوى دي بتشكل خطر كبير على يعني حسب منظمة الو اتش او يعني طلعت تقرير ان في ملايين البايشنس بيجي لهم عدوى من الرعاية الصحية والعدوى دي بتتسبب في زيادة فترة بقاءهم في المستشفى العلاج وبالتالي احتمالات اصابتهم بامراض اكتر مرتلتي اعلى وبالتالي فاينانشال لاصز يعني بيدفعوا فلوس عشان يعالجوا الديزيزيز دي وذكروا ان من بين كل مئة شخص بيتحجز في المستشفى في سبعة منهم بيجي لهم healthcare acquired infection ده في الدول النامية وعشرة منهم بيجي لهم سوري في الدول المتقدمة وعشرة من المئة دول بيجي لهم infection في الدول النامية فالارقام كبيرة والارقام الحياة مرعبة وخليني يعني اقرب من ذهنكو ايجزامبل بسيط لو سي مثلا انا patient عنده renal failure او فشل كلوي ورايح اعمل dialysis اعمل غسيل كلا فالطبيعي ان انا كpatient هعمل ال dialysis دي safely فانا كل انا بروح تلات برات في الاسبوع مثلا فانا التلات برات دول انا بروح عشان اخسي الجسمي من السموم مش طبيعي خالص ان انا اروح في جلسة من الجلسات واطلع منها عندي AIDS او عندي hepatitis C دي حاجة رهيبة واتخيلوا كده ان بدل ما المريض بتاع ال dialysis ده بتاع غسيل الكلا سي مثلا هيكلف الدولة لو هو تأمين صحي هيكلف الدولة الف جنيه في السنة مثلا just an example لا ده دلوقتي يبقى عنده AIDS او عنده hepatitis C وبالتالي بدل ما يكلف الدولة الف جنيه هيكلفها عشرات الالافات من الجنيهات فالموضوع مكلف جدا على الرعاية الصحية مكلف جدا للpatient انت patient اصلا الكلا بتاعته بايزة فبدلا ما تبقى الكلا بايزة يبقى ده الجسم كله تدمر كمان فمشكلة كبيرة جدا ده just an example فيه examples تانية كتير قوي خاصة بالinfections ابسطها ده كتير سنين احنا ممكن نروح نعمل حشو جزور ممكن نجي infection الكلام ده كله بيحصل ليه؟ بيحصل ان ال procedures اللازمة لمكافحة العدوى يئما مش بتتم خالص يئما بتتم بس مش عالواجه الامثل وفي الحالة دي وفي الحالتين الحقيقة احنا محتاجين شخص يكون بيفهم في ازاي هنمانج انواع دي من infections المستشفيات دلوقتي اللي بتاخد accreditation اللي هي بتاخد اعتماد دولي زي GCI زي السباهي في السعودية كل دول بيفرضوا على المستشفى ان يبقى عندها واحد خبير في مجال مكافحة العدوى وبيسأله تحديدا على ال CIC Credential فلو انا باخد accreditation لو انا مستشفى اخد accreditation من joint commission فاكيد it will be an excellent qualification ان انا يبقى عندي واحد CIC فالCIC بقوا مطلوبين شخص متخصص في مجال مكافحة العدوى انا مش اي واحد قاري شوية معلومات وخلاص لقد عارف كل الحاجات بتعمل ازاي عاية عارف ازاي نقيس ال Infections عندنا عارف ازاي نبريفنت ال Infections مش بس controlling نبريفنت المكاقع يعني نحاول ان احنا ما نخليش العدوى تحصل اصلا نقيس احنا شغالين صحة ولا غلط كل الحاجات دي ال Infection Control Preventionist هو اللي بيعرفها فا اجان يريد الناس اللي دخل الامتحان تدخل على الموقع البورد تعمل download لل candied handbook وهتلاو كمان حاجة جميلة اوي البورد عامليها عاملين power point presentations بيشرحوا فيها اهمية الشهادة زي فمن الحاجات الظريفة جدا ان انتوا برضو تسمعوا منهم وتشوفوا بيقولوا ايه عن ال CIC محتاجين ايه عشان نقدم للCIC امتحان الCBIC الحياة الشهد دي مش اي حد بيعرف يقدم لها يعني اولا لازم يكون حد حاصل على باكالوريوس يعني لازم يكون حد تعليم عالي ولو مش باكالوريوس يبقى لازم يكون certified professional في حاجة معينة يعني certified healthcare professional او حاصل على باكالوريوس دي حاجة الحاجة التانية انه لازم يكون عندك خبرة في المجال ده يعني على اقل سنتين تكون اشتغلت infection control في مكان عشان تقدر تقدم في الشهدة ففي requirements زي ما مكتوبة قدامنا محتاجين تكون primary role and responsibility بتاعتك in your current position as an infection preventionist الحاجة التانية رازم تبقى certified healthcare professional او حاصل على باكالوريوس دول الشرطين دول اساسيين الشرط الاولاني اللي هو ان انت تكون بتشتغل infection control ده هنقدم بي ورقة للبورد اسمها job description او التوصيف الوظيفي بتاعي فالتوصيف الوظيفي لازم يكون مكتوب فيه ان انا شغال دلوقتي infection control دي ورقة هتتقدم للبورد الحاجة التانية شهدت باكالوريوس او شهدت certified healthcare professional يعني او certified professional in healthcare quality certified professional in patient safety اي certified professional حتى لو مش معاك باكالوريوس تقدر تقدم لشهادة CIC فانت هتقدم الشهادة دي او هتقدم شهادة الباكالوريوس بتاعتك لو انت حصل على الباكالوريوس دي هتعمل لها upload على الويبسايت بتاع البورد يعني دي ورقة هتبقى مطلوبة منك مطلوب كمان الاتي ان انت هتكون شغال حاليا في healthcare setting يعني تكون حاليا شغال في مستشفى او عيادة او whatever healthcare setting الحاجة الرابعة ان انت يكون عندك experience الexperience دي قايلين انها هتبقى at least two years of full time experience على قل تكون سنتين ودي هنقدم بيها ورقة برضو للبورد الورقة دي هنسميها كمان حبة صغرين attestation statement جواب كده هتدي للسوبرفايزر بتاعك او رئيس القسم عندك يملاها ويمضي عليها ان هو بيرشحك تاخد شهادة LCRC والورقة دي كمان مكتوب فيها ان انت شغال infection control في المكان بتاعك فالورقة دي السوبرفايزر بتاعك هو اللي هيملاها وهتتبعت على موقع البورد طيب اكيد دي رؤيسي في ناس يعني في دماغة السؤال دوت انا مش اصلا مش شغال في infection control حيان انا باخد الشهادة دي عشان عايز ازود ال credentials بتاعتي وعايز اعرف ا apply في المكان فهل ده كده انا مش هينفع اقدم للبورد لا لسه في فرصة هقولكو عليها حالا طيب الstatement الاولانية اللي هي attestation statement دي بيبقى شكلها ايه دي بتبقى ورقة بنعمل لها download من على موقع البورد زي ما مكتوب قدامكم كده اللي بتقول i verify the following statements are correct او is correct وبيديله شوية جمل بيكتب له جمل ان الشخص دوت ال applicant دوت اللي هو انت اللي تقدم لهم دحان ساعد في infection identification of infection ساعد في surveillance ساعد في controlling infection وعنده شوية additional activities فالرئيس بتاعك بيملى الورقة دي وبيمضي عليها وبيكتب التليفون بتاعه والaddress والايميل بحيث ان البورد تقدر تكلمه فالبورد ممقارد جدا انها تكلم السوبرفايزر ده وتقوله احنا بنكلمك بخصوص فلان وفلاني اللي انت بعت لنا لي attestation statement هو شغال بالو قد ايه ايه الشغل اللي بيعمله بالضبط وهكذا فدي حاجة الحاجة التانية طب لو انا مش شغال حاليا في مجال ال infection control في الحالة دي تقدر تتعامل على انك self-employed applicant يعني ايه يعني تروح انت شخصيا to offer infection control consultation لشوية settings خلينا ديكو example انا مثلا هكون قريت وذاكرت في مجال infection control وهروح لسي هختار تلات عيادات مثلا تلاتة clinics يكونوا في المكان اللي انا ساكن فيه حواليا واشتغل عندهم infection control اديهم consultation اشوفهم حتى بيشتغلوا ازاي وفي اخر الوقت اللي انا بقعد فيه عندهم ده اطلب من الدكتور اللي في العيادة انه يملالي الورقة بتاعة التستيشن في الحالة دي الورقة هتختلف عن الورقة اللي فاتت لانها هتبقى اسمها client attestation statement ودي هتبقى للself-employed candidates يعني لو انا مش شغال في مكان دلوقتي وعايزي احصل على الشهادة دي فهروح اتطوع اني اشتغل infection control infection prevention and control في تلات اماكن اوكي مستشفيات عيادات اللي تعرف توصله وتوفر infection control services للناس دي وبعد فترة خدمتك هناك بتطلب من رئيس القسم رئيس العيادة الدكتور المسؤول عن المكان ان هو يملالك statement هيبقى مطلوب منك تقدم تلاتة statement يعني لكل عيادة او كل مكان هتدي له consultation هتدي الstatement دي للدكتور هناك يملهالك تجمع منهم تلاتة والحاجات دي علشان يضمنوا ان انت مش اي حد بيملاها وخلاص لازم بتتبعت من الشخص اللي بي complete the statement دي يعني سيء مثلا انا دكتور محمد دكتور محمد ده مدير عيادة اسنان الدكتور عنده عيادة اسنان وانا رحت عملت عندهم consultation infection control فانا هدي الورقة دي للدكتور محمد دكتور محمد هيملى الورقة وهو شخصيا اللي هيبعتها بالبريد على العنوان اللي مكتوب عنده كدود فالبورد هتجمع الورقة دي والورقة التانية اللي تتبعت من مكان تاني والورقة التالتة وتحطوهم كلهم في الapplication اللي خاص بNG عبدالرقوف اللي بتقدم من امتحان SIC فده واحدة من الطرق اللي نقدر نعدي بيها الcondition بتاعه انت لازم تكون شغال دلوقتي وعندك experience طيب الoutline بتعلم تحان تمانية topics بنتكلم فيهم بنتكلم على identification of disease surveillance طبعا دي حتة مهمة جدا والprevention and control of transmissions of disease تلاتة topics دول بيمثلوا نسبة كبيرة من الأسئلة يعني 22 24 سؤال 25 سؤال بقيت الحاجات واخد نزهاب أقل يعني عندك occupational health management and communication education and research environment of care cleaning والsterilization والdisinfection كل دي كانت حاجات مهمة جدا ومحتاجين تعرفوا الفرق ما بينهم وكل حاجة من دول بتتعامل ازاي حاجة صغيرة هنا هحب أقولها برضو ان لو حد فيكو دخل قبل كده امتحان زي الCPHQ او الCPPS الpatient safety في حاجات كتيرة من في الامتحانات دي هتلاقوا نفسكو بتذكروها تاني في شهادة الCIC example مثلا change management الحاجات الخاصة بالstatistics الحاجات الخاصة بالleadership الحاجات الخاصة بالaccreditation في شوية حاجات هتلاقوها intersecting ما بين الشهادات زي الCPHQ الpatient safety وشهادة الCIC فالخادة الحاجات دي الدنيا كده هتبقى أسهل لي ان هو يكمل او يذاكر اكتر في الامتحان الCPIC الامتحان بيبقى عبارة عن 150 سؤال مش كل الأسئلة دي يعني بيطلع بيها score 135 واحد بس بيطلع بيهم score الخمستاشر سؤال التانيين بيبقوا أسئلة تجريبية الامتحان مدته 3 ساعات وانا في الامتحان ما بيبقاش عارفة مين الأسئلة عليها score ومين لا الامتحان computer based انا بروح على location عندنا في مصر amadist مثلا بروح amadist الكمبيوتر بيفتح السيستم على الامتحان بحل الامتحان بتاعي على الكمبيوتر لمدة 3 ساعات بحل 150 سؤال النسيجة في الاخر هتطلع لي من 135 الخمستاشر سؤال راحوا فين؟ دول الأسئلة تجريبية بيشوفوا الناس بتفهمها ولا فيها صعوبة في فهمها وبعد كده يشوفوا ينزلوها في الامتحان ولا لا طيب الفيز بتاع الامتحان 350 دولار من ساعة ما ادخل على موقع البورد عشان أقدم لي الامتحان بيبقوا دمي 90 يوم هو مش الحقيقة من ساعة ما ادخل على موقع البورد من ساعة ما بيجي لي confirmation ان انا اكسابتد انا قدمت ورائي وكل حاجة ودفعت الفلوس وانا اكسابتد خلاص اني ادخل الامتحان من ساعة ما بيجي لي الايميل بتاع ال confirmation ده بيبقى قدامي 90 يوم فقط ادخل فيهم الامتحان لو 90 يوم ده العدو هتحتاج تدفع الفيز من الاول وتعمل application من الاول طبعا يفضل ان احنا ما نحجزش بادري ولا حاجة يعني انت خلص مذاكرتك ودي نفسك شهر مراجع الشهر ده انت تبدأ تحجز فيه فما حدش يحاول يحجز قبلها ب3 شهور يعني من احجز عددتا قبلها بشهر اسبوعين يعني حاجة fringe دوت زي ما قلت الامتحان بيبقى باللغة الانجليزية MCQ وانترنت بيزد يعني ما فيش ورقة الpassing score 75% يعني محتاجة احل على اقل 101 سؤال من 135 عشان اعدي الامتحان دوت الpassing rates عاملة ازاي ترى الناس اللي بتدخل الامتحان ده بتنجح ولا لا في الكم سنة اللي فاتوا كانت نسبة النجاح حوالي 65% فدي تعتبر نتيجة مش وحشة طبعا بالنسبة الامتحان بورد الرفرنسيز بتاعتنا عندنا الكتاب الاصلي بتاعنا اللي هو الابيك تاست تاكست ده طبعا مين سورس للمذاكرة بتاعتنا الكتاب ده في منه نسخة هارد كابي وفي منه نسخة اونلاين تاكست الانلاين تاكست طبعا بتبقى ارخص من الهارد كابي بس هو ده المين سورس بتاعنا فيه سورس تانية زي مثلا الجايد لائنز والستاندرز والريكمنديشنز بتاعت شوية منظمات زي CDC الشياء الابيك فيه كمان شوية ريكمنديشنز ممكن تنزلها الACIP او الادفايزي ريكميتي on immunization وفيه كتاب زي الامريكان اكاديمي فورف بيدياتريكس برضو الهو الريد بوك مش هيا ده برضو كل الرسورس انتو لو تسمعوا دلوقتي فيه في الايام ده اوتبريك اسمو زيكا فيروس الزيكا فيروس دلوقتي مش موجود في الكتاب بتاع الابيك تاست بس وارد جدا ان احنا نتسئل فيه بما انك infection control وهتشتغل فيه مراكز رعاية صحية فلازم تبقى updated جدا بكل حاجة موجودة فلازم احنا بنطلع على حاجات تانية عشان نعرف معلومات زيادة خاصة باي infection بدأ يظهر بالنسبة للrecertification الشهادة دي تبقى صالحة لمدة خمس سنين بعد الخمس سنين بيبقى مطلوب منك ان انت تدخل امتحان الشهادة دي مش بتجدد بcredit hours زي بعض الشهادة التانية الشهادة دي تتجدد بامتحان يعني هتقعد تاني تحل امتحان 150 سؤال الفرق بقى المرازي ان الفيز اقل ب25 دولار يمكن ده مش فرق قوي الفرق التاني ان time unlimited يعني مش 3 ساعات بقى زي الامتحان الاصلي لا ده انت ممكن تقعد وقت اكبر تحل الامتحان ف150 سؤال 325 دولار نفس الoutline time unlimited وطبعا محتاجين ان احنا ندخل الامتحان ده قبل ما اتعدي الخمس سنين الخمس سنين بتعدي باخر فترة ليه اخر وقت ليه هو يوم 31 ديسمبر يعني لو انا النهاردة خدت الشهادة دي في 2015 يلو انا مفروض هجددها في 2020 اخر ما عاد ليه اجدد فيه الشهادة هيبقى 31 ديسمبر 2020 بعد التاريخ دوت هتبقى الشهادة بتاعتي expired وكده محتاجة ادخل الامتحان اللي هو ليه time وهيبقى ب350 دولار اخر حاجة عن التكلم عليها طب ازاي احجز الامتحان انت طبعا في الاول بتجهز الورق بتاعك وهي دي يعني الخطوة يمكن هتاخد منكو شوية وقت فاتجهز الورق هتجهز شهادة البكالوريوس هتجهز اللايسنس بتاعتك او السوري سيرتيفيكاتشن لو انت سيبي اتشيكيو وواتفر واتجهز معاها طبعا الجوب ديسكريبشن والسي في الحاجات دي بتطلب لو دخلتوا على موقع البورد هتلاقي بيقولك ابلوود السي في ابلوود الجوب ديسكريبشن ابلوود الدجري بتاعك اوكي وبعد كده هيقولك الابلوود الاتستيشن ستيتمنت فدي برضو تكون مكملها وبعدين تدخل على موقع cbic.org وتختار examination application اوكي تختار اللينك بتاعه examination application انت انس انت بتدوس على اللينك ده هو بيقولك شوية instructions يعني انت مش بتحتاج يعني تعمل حاجات كسير يعني هو هيديك application تمليها فهتملي الابليكيشن فيها المعلومات بتاعتك وهتحمل الاربع دوكيومنس اللي اتفقنا عليهم وتدفع الفيز طبعا محتاج يبقى معاك visa card يكون فيها المبلغ ده عشان تعرف تدفع بعد ما بنعمل القصة دي في خلال سبع تيام البورد بتبعت لنا ده هيراجعوا بقى الورق وهيتصلوا بالsupervisor ويعملوا الاجراءات بتاعتهم كلها ويقول لنا والله احنا رجعنا على ورقكو وانتو انت يا فلان eligible to set for the exam ومن فضلك اتبع هذي الانستركشن عشان تحجز الامتحان بتاعك الجواب اللي هيجينا ده ده اسمه ال confirmation notice ده جواب التأكيد في خلال 90 يوم من جواب التأكيد ده لازم اكون بعتلهم ال date اللي انا عايز امتحن فيه وال location لان كل واحد هيبقى لي preferred location فالامتحان بيبقى offered في كذا لجنة انت بتقول انا عايز امتحن في اللجنة الفلانية فمهم جدا انت بتحدد اللجنة بتاعتك طب هتعرفها منين هتدخل على موقع ال AMP وده برضو من الحاجات اللي هيديها لك في الايميل بتاع ال confirmation هيقولك زور الموقع وشوف اللوكيشن اللي انت عايز تمتحن فيه خلاص كل دوت هندخل الانتحان hopefully ان شاء الله نعدي في ال CIC خلاص بعد ما بقيت CIC انت هتحتاج تعمل re-certification في خلال 5 سنين زي ما اتفقنا ما تتأخروش عن 31 ديسمبر في ال re-certification دي كل حاجة خاصة بشهادة ال CIC اتمنى انها كانت مفيدة شكرا جدا لاستماعكو واشوفكو على خير السلام عليكم